الأهلي في واقعة قومر كمال العب واحد ورام البيعة غرامهم ولا مغرامهمش مافيش عقوبات مفيش أي عقوبات على أي حد تاني وأنا أقول لك على مسؤوليتي مفيش أي عقوبة زيادة عن اللايحة عن اللايحة فيما يخص اللاعبين كلهم مفيش عقوبات فردية اتنين لحد اللحظة اللي بتكلم فيها دلوقتي وارد يطلح جاء بعد كده لك لحد اللحظة بتكلم فيها دلوقتي ده بعد اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لجنة التخطيط في وجود كابتن مختار مختار وكابتن محمد رمضان كابتن زكريا ناصف وكابتن حسام غالي مفيش أي تغليز للعقوبات اللي صدرت فيما يخص إن العقوبة المكسب 100 ألف في عقوبة الخسارة وليكن 100 ألف هي نفس الرقم لا فيه العيب يتعاقب لوحده ولا فيه تغليز للعقوبات على الفرق بالكامل ده فيما يخص العقوبات يعني ده كلام محترم أرجع بقى تاني للقصة بتاعت كابتن محمد رمضان ممكن أمسه أول أمس وكان المعلومة بدري شوية أن الكابتن محمد رمضان وارد يبقى فيه قرار قبل ما يطلع القرار يعني كلمتوا أكتر من حد في الوقت اللي كان الكابتن محمد رمضان هو ماسك قطاع الناشئين في النادي الأهلي بالذات اللعبة مواريد 84 85 86 لعبة اللي معظمها بغطل يعني لعبة كتير لعبة كتير كلامتوا معهم قالك هو الراجل لا بيتخاني مع حد النقطة اللي كنت تتكلم فهمت شوية ولا بيعمل مشكل مع حد لكن الراجل صارم جدا قالك إحنا كنا بنخاف نروح نتكلم معاه بنخاف نروح نتكلم معاه لأنه راجل صارم جدا ومعندوش خواطر يعني أنت لعيب ملتزم ولعيب بتعمل شغلك وبتأدي عملك اللي هو في النهاية عمل فأنت الراجل ما عندوش أي مشاكل معاك ولا بقى بيروح يتخاني مع اللعيبة ولا 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 ولكن هذه الصرامة فيه أوقات كتير بتبقى ضرورة ملحة جدا فيه وقت لما تحس إنه فيه عقد مفرد داخل قط اللبس بعد اللعيبة فيما يتعلق بالالتزام وغيره وغيره فأنا بقولك تاني وتالت ورابع الراجل واخد جليل لايت من كابتان محمود الخطيب إن إعادت الانضباط داخل قط اللبس تاني بشكل بشكل أكثر سرامة من اللي كان بيحصل قبل كده عادت أسماء كتير جدا كانت صارمة جدا ونجحة داخل النادي الأهلي كابتان سبت البطل كابتان طريق سليم كلها كانت أسامي صارمة جدا وأسماء نجوم بيتعامل معهم أكبر بكتير من الموجودات دلوقتي حال تفضل أشتر حكتاني؟ لا لا تفضل حلوة يا أبوش